الرئيسية من الإخبارية السورية في دمشق نشرة الأخبار مع جلال إبراهيم وتتابعنا في عنوين الرئيسية لهذه الليلة الجيش يواصل عملياته على أكثر من محور في جوبر ويكبد الإرهابيين مئات القتلى والمصابين الخارجية تؤكد تورط أجهزة المخابرات التركية والسعودية والقطرية في الاعتداءات على دمشق ووحدات من الجيش توجه ضربات مركزة على تجمعات الإرهابيين وتحركاتهم بريف حما الشمالي وتقضي على عدد كبير منهم حياكم الله وأهلا بكم إلى هذه النشرة الرئيسية نبدأ من الميدان حيث أكد مصدر عسكري سقوط مئات القتلى والمصابين من إرهابي جبهة النصرة والعصابات التابعة لها نتيجة الضربات المتلاحقة على محاور التحرك وفي مناطق القتل المخططة على عدة اتجاهات في جوبر الأرض تضيق على المجموعات الإرهابية في الغوطة الشرقية مع تقدم الجيش العربي السوري في منطقة المعامل شمال حي جوبر وتدمير خطوط إمدادهم وتجمعاتهم في العمق عمليات عسكرية مكثفة نفذتها وحدات من الجيش العربي السوري على مواقع انتشار إرهابي جبهة النصرة والمجموعات الإرهابية التابعة لهذا التنظيم في محيط منطقة معامل الغزل شمال حي جوبر سلاح الجو المدفعية وجه ضربات للتنظيمات الإرهابية على محور جوبر أسفرت عن مقتل وإصابة المئات من الإرهابيين وتدمير خطوط دفاعاتهم من عمق الغوطة الشرقية باتجاه شمال حي جوبر ضربات مركزة للجيش العربي السوري تحبط المحاولات المتكررة لإرهابيين نصر والتنظيمات التابعة لهذا التنظيم لفك التوقع عن المجموعات الإرهابية المحاصرة في منطقة معامل الغزل شمال جوبر من جديد على هذا الميدان فصل الخطاب لرجال الجيش العربي السوري الذي أسقط بأيديه أحلام الغزاة على أسوار دمشق وزارة الخارجية والمقتربين توجه رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول الاعتداءات الإرهابية التي تشنها جبهة النصر والمجموعات الإرهابية المتحالفة معها على مدينة دمشق ومناطق أخرى في سوريا الخارجية أكدت أن المعلومات المتوافرة تفيد بثبت تورط أجهزة المخابرات التركية والسعودية والقطرية في هذه الأحداث مشيرة إلى أن سوريا تدعو مجلس الأمن للاطلاع بدوره في مكافحة الإرهاب والأعمال الإجرامية التي تقوم بها المجموعات الإرهابية المسلحة حول العاصمة دمشق وفي كل أنحاء الجمهورية العربية السورية وحدات الجيش تتصدى لمحاولة الإرهابيين التسلل باتجاه معمل النسيج وتقضي على عدد من الإرهابيين الذين كانوا يقومون بأعمال القنص على أطراف جبر موفد الإخبارية إلى شارع فارس الخوري كان قد وفن بالرسالة التالية الوضع الآن أفضل هدأت حدة الاجتباكات بدأ الجيش يستغل هذا التقدم لتثبيت خطوط دفاعية جديدة والتقدم وقدم مزيد من المناطق لتوسيع النطاق الفاصل بين برزة والقابون كانت المجموعات الإرهابية قد اعترفت أو بدأت تعترف خلال ساعات الصباح الأولى بعداد القتلى التي تجاوزت 250 قتيل في مناطق الجبهة إضافة إلى ذلك كانت قد نشرت أسماء أكثر من 30 مقاتلا إرهابيا على صفحات التنسيقيات وتحدثت عن الخسائر وقللت من حجم الأهداف لهذه المعركة اليوم هم يتحدثون فقط بعد الهجوم الثالث عن نقاط موضعية يريدون الاستعادة عليها بعد أن كان الهدف الأول لهم هو فكل الطوق الذي فرضه الجيش العربي السوري عن القابون حتى اللحظة لم يتمكن الإرهابيون من تحقيق أي هدف من أهدافهم وإلى اللحظة تستمر الاشتباكات والتقدم هو كل الأصوات التي سمعت منذ الصباح الباكر حتى اللحظة هي من الجيش العربي السوري نتيجة استهدافه لمعاقلهم إن كان في جوبر أو في المحيط بساتين برزة المواطنون السوريون أكدوا مجددا ثقتهم بجيشهم الذي يوجه ضربات مركزة للإرهابيين مشددين على أن مكافحة الإرهاب تشمل أيضا منعه من تعطيل حياة السوريين اليومية على وقع إيقاع التقدم الميداني للجيش العربي السوري يترقب السوريون أخبار النصر والتقدم لحظة في لحظة ما في خوف تمام الجيش امرابط ووسائل الإعلام كلها كذب كذب مو من هلأ من أول أزمة تعودنا عليهم كل شي بيحكوا كذب نحنا اللي عايشين وانو نحنا اللي شعبين والجيش نحنا من أولى دول ولادنا وأخواتنا وشعبنا والله يحميهم ينصرهم حياة طبيعية والشغل أنا لأنه معي سرفيس يعني الشغل كله تمام الحمد لله والله يحميهم يا رب ونتأمل بإذن الله أنه نخلص منتصر يعني على بكير بإذن الله سارات الجيش بيشهد لكل الشعب السوري نحنا لو ما الجيش ما صمدنا كل هالفترة بالأزمة وبالحرب هاللي إجت على سوريا لو ما أنتصارات الجيش نحنا ما منصمد لهلأ الله يحمي الجيش العرب السوري والحمد لله رب عامين نحنا منتصرين دائما لحنتصر يعني شو ما عملوا يخرج البلد ويرجح الشباب اللي راحوا ويرجح سوريا مثل ما كانت ويمر بإذن الله ويمر بإذن الله ويمر بإذن الله إن شاء الله وبإذن الله النصر لنا والجيش العرب السوري بإذن الله ويحكي بمثل شفتها الحمد لله بخير ممتازة يعني ما في شيء نقص الحمد لله ويسير مثل ماك شايفي الحمد لله وزحمي كمان الله يحمي الجيش العرب السوري ويعود الأمن والأمان لها البلد السورية الحبيبة من جماشق للإخباريات السورية زينب مخلوف ذكرت مصادر للإخبارية أنه تم الاشتباه بسيارة على حاجز المشرفة طريق عام السلامية حمص وأثناء قيام العناصر المختصة بتفتيشها قام سائق السيارة ومن معه بتفجير السيارة مما أدى إلى استشهاد قائد الحاجز وعنصرين آخرين وجرح عدد من عناصر الحاجز أكد مصدر عسكري أن القوات المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة تمكنت من احتواء الهجوم الواسع الذي نفذته عدد كبيرة من إرهابيين نصرى وتنظيمات التابعة لها في ريف حما الشمالي وأشار المصدر إلى أن الوحدات العاملة تعزز خطوط الصد التي أقامتها على اتجاهات الخرق وتخوض أيضا اشتباكات عنيفة مع المجموعات الرهابية التي تسللت إلى بعض البلدات والنقاط العسكرية في المنطقة هذا ووجهت وحدات من القوات المسلحة ضربات مركزة استهدفت تجمعات الارهابيين ومحاور تحركهم في منطقة العمليات بريف حما الشمالي وقضت أيضا على عدد كبير من الارهابيين وأدمرت لهم ثلاثة دبابات وخمسة عربات مدرعة ورتلا من الآليات بعضها مزود برشاشات وفد الجمهورية العربية السورية الذي وصل إلى جينيف بالأمس وبدأ لقاءته غير الرسمية مع عدد من المعنيين مباشرة بالحل السياسي للأزمة في سوريا قبل يوم على انطلاق المرحلة الخامسة من محادثات جينيف أعقد وفد الجمهورية العربية السورية جلسة غير رسمية مع نائب المبعوث الخاص إلى سوريا رمزي رمزي في مقر إقامة الوفد لقاءات تمهيدية تسبق انطلاق النسخة الخامسة لجينيف شهدت لقاء وفد الجمهورية العربية السورية أيضاً مع مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جينيف أليكسي بوردافكين في إطار المشاورات والتنسيق المستمر بين الجانبين لقاء شدد خلاله وفد الجمهورية العربية السورية على أن تصعيد الاعتداءات من قبل التنظيمات الإرهابية كداعش والنصر والمجموعات التابعة لهما ضد الأحياء السكنية في دمشق وحمى وغيرها من المدن السورية توضح بما لا يدع مجالاً للشك أن تلك المجموعات والدول المشغلة لها تسعى إلى مواصلة استخدام الإرهاب كسلاح سياسي لتقويض أي فرصة لإيجاد حل ينهي الأزمة ويوقف سفك الدم السورية موقف قابله الجانب الروسي بالتأكيد على أن المواقف الإيجابية التي تتخذها الحكومة السورية وسياستها البناءة خلال المحادثات يجب أن تتم مقابلتها من الأطراف الأخرى بخطوات إيجابية أيضاً عوضاً عن الاستمرار بوضع الشروط المسبقة لقاء وفد الجمهوريات العربية السورية مع المبعوث الصيني الخاص إلى سوريا شي شياويان والوفد المرافق تم خلاله التأكيد على ضرورة الضغط على الدول المشغلة للإرهابيين من أجل إظهار الجدية في الوصول إلى حل للأزمة وتطبيق فصل المجموعات التي أعلنت رغبتها بالدخول في العمليات السياسية عن تنظيمي داعش وجبهة النصرة والمجموعات التابعة لهما وحول مجريات المحادثات في جينيف ينضم إلينا من هناك مفادة الإخبارية السورية رانا إسماعيل مرحبا رانا أهلا جلال رانا نتضعين في صورة اليوم يجري في جينيف تفضلي جلال يعني اليوم اقتصرت اللقاءات على اللقاءات التمهيدية بين نائب المبعوث الخاص ستيفان دينستورة رمزي عز الدين رمزي ووفد الجمهورية العربية السورية كانت هذه الجسلة في صباح هذا اليوم يوم الخميس وبعض ظهر هذا اليوم كان أيضا هناك لقاء بين رمزي عز الدين رمزي ووفود المعارضات في جينيف طبعا ما رشح عن هذا اللقاء وما جاء طبعا لقاء رمزي عز الدين رمزي ووفد الجمهورية العربية السورية كان هذه اللقاءات كانت في إطار التباحث للوصول إلى صيغة ربما تكون مجدية في الحوار السوري السوري الذي سينطلق غدا الجمعة بعد وصول ديمستورة المقرر وصوله اليوم إلى جينيف طبعا فقط كان هناك لقاءات تمهيدية لا شيء رسمي جلال اللقاءات كانت في مقر إقامة وفد الجمهورية العربية السورية وليس في الأمم المتحدة وأيضا كذلك مع وفود المعارضات كانت اللقاءات في أماكن إقامتهم نعم رنا اسماعيل هل هناك مواعيد بالنسبة ليوم؟ طبعا وبالنسبة لي نعم رنا تفضل تفضل جلال هل من مواعيد للقاءات غدا؟ بالنسبة لجدول الأعمال غدا لا مواعيد حتى هذه اللحظة جلال كل ما رشح عن هذا الموضوع بأنه طبعا اللقاءات الرسمية ستنطلق غدا بوجود ديمستورة الذي كما قلت سيصل إلى جينيف اليوم ستكون هناك لقاءات بين ديمستورة ووفد الجمهورية العربية السورية والوفود المشاركة في الحوار ووفود المعارضات سيلي ذلك مؤتمر صحفي سيعقد ديمستورة هذا طبعا هذا كل ما رشح حتى هذه اللحظة وطبعا من معلومات جلال لكن اللفت ذكره هو أنه السلة الأربع التي تم ختام جولة جينيف أربعة بها هي الدستور الحكم الانتقالي طبعا والإرهاب سلط الإرهاب هذه السلة الهامة التي تم تحصيلها من قبل وفد الجمهورية العربية السورية والذي أصر عليها كشرط أساسي ومهم للوصول إلى حل ما يجري في سوريا طبعا هذه ستتم مناقشتها وستشكلها الركيزة الأساسية وجدول الأعمال الذي سيبنى عليه غدا في هذه اللقاءات التي ستنطلق بشكل رسمي جلال نعم رانا إسماعيل مفادة الإخبارية السورية كنت معي عبر الأقمار الصناعية من جينيف شكرا لك وللمزيد حول آخر التطورات الميدانية والسياسية ينضم إلينا في استوديو الرئيسية دكتور سليم بركات أستاذ الفكر السياسي في جامعة دمشق شكرا لك والأستاذ المشاهدين أيضا دكتور سليم يعني على مدى ست سنوات كان دمشق عصية على الإرهابيين بهمة رجال الجيش العربي السوري اليوم هذه الهجمة الإرهابية في دمشق في حما مع بداية لقاءة جينيف يا سيدي أولا هذه الهجمة يعني أتت لتلبي حاجتين الحاجة الأولى أن هناك كميات هائلة من الأسلحة أتت عن طريق تركية لتزود الأرهابيين وهناك اتفاق أيضا في هذا الإطار بين المجموعات الأرهابية المسألة الثانية أن الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها وفي عهد ترامب تماما يعني الولايات المتحدة الأمريكية وفي عهد ترامب تماما لها مصلحة في تقويض العملية السياسية وكيف يمكن أن يكون ذلك طيب ماذا يمكن أن نفسر استقبال ترامب لبن يامين ناتنياو ماذا يمكن ماذا يمكن أن نفسر استقبال ترامب لمحمد بن سلمان ماذا يمكن أيضا أن نفسر اتصالات ترامب أيضا مع الملك سلمان طيب ماذا يمكن أن نفسر أيضا هذه اللقاءات كل التي أتت مجتمعة تماما وإن كان في اسطنبول أو في غيرها أو إلى ما هناك يعني تعني برأيك كل ياتت تعني تفشيل جنيف وجبهة النصر هي الأدات ولذلك أتت هذه الحملة منها التصعيد تماما طيب هذه الفيالق المؤتمرة كان فيلق الرحمن إن كان جيش العزي إن كان جيش النصر إن كان غيره من هذه الجيوش التي تعمل الآن في إطار جبهة النصر وما تحدثت به ترامب عن مكافحة الإرهاب وهناك البارحة كان هناك تواجد لمئة جندي أمريكي في منطقة الرقا هذا الأمر أيضا إذا منضيفه على الاتصالات التي حصلت هلق الآن يوجد تواجد أمريكا على الأرض السورية يوجد احتلال أمريكا على الأرض السورية تماما فإذن كيف يمكن أن نفسر أعتقد تماما أن روسيا الآن أصبحت تدرك أن مهمة ترامب هي تماما تفكير العمليات خارجية اليوم أوضحات بأن ما زال هناك دعم ودعم كبير وتحدثت عن عمليات الاستخبارات القطرية التركية فيما يجري في دمشق على وجه التحديد اليوم هذه الدول على ما يبدو أن نفهم من كلامك هي انطباق لما حدث من محادثات بين تركيا وواشنطن بين سعودية وواشنطن هذا نتيجة حتمية نعم هذا الأمر هو نتيجة حتمية وهؤلاء الضباط الذين أتوا إلى يعني الآن متواجدين أيضا حول الغوطة وكانوا متواجدين في معركة حلب تماما فإذن وغادروا من معركة حلب إلى معركة الغوطة كي يفرضوا أجواء معينة على مؤتمر جينيف طب هذا ما يفسر عدم التواجد القوي لواشنطن إن كان في جينيف أو أستانة طبعا أنت تعرف أنه في أستانة كان في تخفيض في تخفيض تمثيل والآن كمان التصريحات التي خرجت من الولايات المتحدة الأمريكية لا تشجع على أي اتفاق مع روسيا حول محارفة الأرهاب ولن يحدث اتفاق في غياب الولايات المتحدة الأمريكية والآن يعني خلينا نضع الصورة بشكل حقيقي من الذي يدعم الإرهاب؟ السعودية قطر تركيا تناور؟ نعم طيب هذه الأسلحة وهذه الكميات الأسلحة التي تأتي من أي الطرق تأتي؟ من دول الله هذه الصفقات الهائلة والكبيرة الآن التي عقدها ترامب أيضا لخلال لقاءه مع محمد بن سلمان بمليارات دولارات طيب هذه لمن؟ تحتاج إلى أماكن تحتاج إلى أماكن لضع طيب مخازن الأسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية فرقت تماما طيب إذن يعني هذا الأمر الأساسي في هذا الإطار وهذا الحراك كيف يمكن أن يكون قد أتى متزامنا مع إسقاط الطائرتين الإسرائيليتين الاستطلاع في منذ يومين؟ ما الربط بيننا؟ الربط هنا إذن المشروع الإسرائيلي ومشروع الإرهاب مشروع واحد وهذا المشروع هذا المشروع الصهيوني طيب ماذا يمكن أن نفسر أيضا للقاءات ما بين السعودية وما بين إسرائيل؟ طيب أخيرا دعني أسأل قبل انتهاء الوقت جينيف اليوم اليوم يعني بعد كل ما تحدثنا عنه نعم ما المأمول منه؟ حط لصفر ما بيطلع من الخمسي لآن نحن بجينيف حط صفر تاني ما بيطلع شيء تبقى الكلمة الأولى نعود إلى الميدان إذن الميدان هو وسوريا في هذا الاتجاه يعني أخذي قرار بهذا الأمر ولكن منفتحها على الجميع وهذه الأمور تكشف سياسة هؤلاء تماما ولكن نحن لا نعول إلا في انتصار شعبنا ولم نعول إلا على انتصار شعبنا وجيشنا العربي السوري والعراب نعم الدكتور سليم بركات أستاذ الفكرة السياسي في جامعة دمشق كنت ضيفي في الرئيسية شكرا لك شكرا لك شكرا لك أفد مراسل الإخبارية في حمص أن الورشات الفنية التابعة للمحافظة باشرت عملية فتح طريق دوار المهندسين باتجاه حي الوعر وذلك تسهيلا لدخول المواطنين من وإلى الحي وذلك ضمن تنفيذ بنود المرحلة الثالثة من اتفاق حي الوعر بهدف الوقوف على واقع عمل هيئة الطاقة الذرية التقى رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس التقى عضاء مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية وكوادرها في مدرج الهيئة وذلك بهدف تطوير العمل من الناحيتين العلمية والإدارية التفاصيل في التقرير التالي بهدف الوقوف على واقع عمل هيئة طاقة الذرية التقى رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أعضاء مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية وكوادرها من مخبريين وإداريين وفنيين في مدرج الهيئة وذلك بهدف تطوير العمل من الناحيتين العلمية والإدارية نقطة البداية عندما تقوموا بعملكم أنتم وتكونوا فعلا رديف لقواتنا المسلحة في هذه الحرب في هذه الظروف الصعبة أن تستمر مشاءاتنا بعملها بهذه القوة وبهذه الوترة هي رسالة للعالم كلها عن حقيقة سوريا وحقيقة الشعب السوري ولذلك هم حاربونا رئيس المجلس أشار إلى ضرورة وضع مخطط واضح للاستفادة من البناء التحتية والمخابر والمنشآت التابعة لها والاستثمار الأمثل للخبرات بما يجب أن تنموية من الناحيتين الاقتصادية والخدمية المهندس خميس وافق على تخصيص كوادر الهيئة بمحضرين سكنيين في أحد الجمعيات السكنية موضحا أن جميع الطروحات هي محط اهتمام وسيتم العمل على تنفيذها تباعا ووفق خطة الحكومة في مختلف المجالات كوادر الهيئة قدموا عددا من المداخلات تركزت حول تطوير الواقع الإداري والمادي للعاملين وإمكانية التخصيص بجمعيات سكنية وتقديم محفزات وميزات تتناسب مع طبيعة العمل في الهيئة وتثبيت العمال المؤقتين وتفعيل مجلس الإدارة وإمكانية تقديم القروض وإنشاء مدرسة لتعليم أبناء العاملين بالهيئة وتوزيع السكن الوظيفي وفق ضوابط معينة تضمن تكافؤ الفرص لا تزال هيئة الطاقة الذرية رغم كل هذه الظروف تعمل بشكل منتظم يوميا منتجاتنا من المواد التي تنتجها الهيئة تصل إلى المشافي في وقتها المناسب ولا نزال نصدر إلى الدول المجاورة منتجات هيئة الطاقة الذرية وكان رئيس الحكومة قد جال على عدد من أقسام هيئة الطاقة الذرية ومخابرها واطلع من القائمين على واقع العمل والصعوبات والتحديات والمقترحات الكفيلة بتغيير واقع العمل نحو الأفضل رئيسية مستمرة وتتابعون فيها أيضا ترامب لا يستبعد القيام بالتنصط على محادثاته الهاتفية التي أجراها أثناء حملته الانتخابية من جديد أهلا بكم سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعد خطة متكاملة لإجلاء مئات آلاف المستوطنين المقيمين قرب الحدود مع لبنان وذلك في حال نشوب حرب جديدة مع حزب الله صحيفة جيروزالين بوست نقلت عن ضابط كبير في جيش الاحتلال أن عمليات الإجلاء قد تشمل ربع مليون شخص وذلك وفق خطة أعدتها قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية تحسبا لنزاع محتمل مع حزب الله حيث ربط الضابط ضرورة اتخاذ هذه الخطوة بتنامي القدرات التكنولوجية لحزب الله واكتسابه خبرات قتالية جديدة في سياق مشاركته في الحرب ضد الإرهابيين في سوريا قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ حملات اعتقال في الضفة الغربية والقدس المحتلتين طالت عددا من المواطنين بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها وحياء عدة بالضفة المحتلة تشهد مواجهات رشق خلالها الشبان جنود الاحتلال بالحجارة حملات اعتقال المستمرة تنفذها قوات الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية والقدس المحتلتين طالت عددا من المواطنين بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها وفي سياق الاعتداء الصهيوني على الفلسطينيين قمعت قوات الاحتلال بالقنابل الغازية والصوتية مسيرة في بيت لحم شارك فيها عدد من اهل شهداء ومواطنون وناشطون من مدينتي بيت لحم والخليل تطالب باسترداد جثمين الشهداء المحتجزة في ثلاجات ومقابر الاحتلال ما اسفر عن وقوع عدة اصابات المسيرة جاءت بالتزامن مع عقد الاحتلال جلسة في محكمته المسمى العدل العليا بمدينة القدس المحتلة التي لم تحمل صفة العدالة يوما للنظر في الالتماسات المقدمة ضد احتجاز الجثامين وفي هذا السياق قال عيسى قراقع رئيس غاية شؤون الاسر والمحرارين ان هذه القضية يجب ان تتحول الى قضية رأيا عام دولية ويجب ان لا نراهن على قضاء الاحتلال لان كيان الاحتلال فاشي وعنصري يمارس الجريمة المنظمة والعقاب الجمعي بحق عائلات الشهداء والشعب الفلسطيني يذكر ان الاحتلال يحتجز سبعة شهداء في الثلاجات واكثر من مئتين واثنين وخمسين شهيدا في مقبرة الارقام منذ عام سبعة وستين بصمة سورية واضحة في معرض بغداد الدولي للكتاب وذلك من خلال مشاركة المؤسسات السورية الفكرية التي طرحت منتوجاتها من الكتب والمصادر العلمية المختلفة مراسل الاخبارية عبد الحميد كاظم والتفاصيل رغم انشغالها بالحرب على الارهاب الذي جلبه الغرب منذ اكثر من ست سنواته الا انها لم تبتعد عن المحافل الفنية الثقافية سوريا التي كانت لها بصمة واضحة في معرض بغداد الدولي للكتاب من خلال مشاركة مؤسساتها الفكرية التي طرحت منتوجاتها من الكتب والمصادر العلمية المختلفة فرحت كثيرا عندما وجدت اكثر من دار طباعة ودار نشر سوريا مشتركة بالمعرض بمعرض الكتاب في بغداد معنى هذا انه الحياة بشكل تدريجي نترجع الى القطر العربي السوري سوريا الجارة سوريا اللي نعنى كثير بامنها واستقرارها ورفاهية شعبها ووحدة ورفاهية ابناء سوريا الحبيبة تعلمون ان العراق وسوريا يقضان حربا شرسة ضد الارهاب وهذا المعرض دليل ساطئ على ان هذه البلدان لا تموت ولا تموت ثقافتها الاقبال على الجناح السوري في معرض الكتاب كان واضحا من خلال اثناء الزائرين على انواع المطبوعات والكتب التي هي نتاج كتاب سوريين جسدوا سوريا ومعاليمها فضلا عن تاريخها في تلك الكتب دور النشر السورية ما قطعت نهائيا عن كل معرض الكتاب باللوطن العربي للأسف الشديد كانت بعض الدول تسكر الباب بوشه السوريين فطول فترة الازمة السورية كانت سوريا عم تشارك بشكل دائم تطلع بدور النشر تبعها وتكون في الاحضور مميز طبعا نحن بيهننا تماما ان نشارك بمعرض بغداد بالدرجة الاولى لانه العراق بالنسبة لانه وخاصة الشعب العراقي والشعب القارئ الشعب العظيم بيستاهل بالدرجة الاولى انه نحن نشارك مشانه بمعرض الكتاب قسم السوري اليوم دخل دخلة قوية ما شاء الله في معرض بغداد دولي احنا ندعم الاخوان السوريين اللي عملوا على هذا المعرض وعملوا على انجاحها اكيد طبعا سوريا بلغوا من مرة الاحداث الصارت انه ثقافتها وقت امتلات عريق يعني من زمنها الحدثة يعني احنا نشوف انه رواية مستمرة الكتاب مستمرين اذا من ارض بغداد سوريا تبعث برسالة للعالم اجمع مفادها ان الشعب السوري شعب يحب الحياة من خلال مشاركته في المحافظة والادبية من وسط معرض بغداد عبدالصمت كاظم الاخبارية السورية وفي مصر اكد المتحدث باسم الجيش المصري مقتلى عشرة عسكريين بينهم ثلاث ضباط والقضاء على خمسة عشر ارهابيا خلال حملة مدهمات واشتباكات وسط سيناء المتحدث قال على صفحته في فيسبوك ان ذلك يأتي في اطار استمرار جهود القوات المسلحة في مدهمة وتمشيط البؤار الارهابية موضحا ان الجيش المصري دهم احدى البؤار الارهابية شديدة الخطورة في وسط سيناء واشتبك مع العناصر التكفيرية ما اسفر عن سقوط قتلى في صفوفهم والقبض على سبعة اخرين والى اليمن حيث اكدت منظمة العفو الدولية ان الولايات المتحدة وبريطانية تعملان على تأجيج الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان في اليمن وذلك عبر صادراتهما من الاسلحة الى النظام السعودي الذي يشن عدوانا على اليمن منذ عامين بعد ساعة من تنفيذ عمليات نوعية في نجران انتهت بتطهير سلسلة جبال عليبة قتل واصب العشرات من جنود وضباط جيش النظام السعودي وذلك على يد رجال الجيش اليمنية حيث تمكن الجيش من تدمير العديد من الاليات خلال عمليات نوعية شنها ضد خمسة مواقع عسكرية في جيزان مصدر عسكري يمني أكد أن قوات الجيش بالتعاون مع اللجان الشعبية اقتحمت المواقع السعودية الخمسة في الدفينية والكرس والقرن وقائم وزبيدة وأقضت على أعداد كبير من المرتزقة ومن الميدان إلى ترد الأوضاع الإنسانية بسبب العدوان السعودي المستمر على اليمن حيث أكدت منظمة العفو الدولية أن الولايات المتحدة وبريطانيا تعملان على تأجيج الانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان في البلاد عبر صادراتهما من الأسلحة إلى هذا النظام المنظمة أكدت أنه منذ بدء الأزمة في اليمن في آذار عام 2015 صدرت واشنطن ولندن مجتمعتين أسلحة تزيد قيمتها على خمسة مليارات دولار إلى السعودية حيث أجبر عماني من الأزمة ثلاثة ملايين شخص على الفرار من ديارهم ومزقا حياة ألف المدنيين وتركا اليمن فريسة لكارثة إنسانية يحتاج معها ما يزيد على 18 مليون يمني بصورة ماسة إلى المعونات حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من تنامي الإرهاب المتطرف مؤكدا أنه يشكل تهديدا مشتركا للمنطقة والعالم ظريف دعا إلى تبني سياسات جديدة لمواجهة التحديات الراهنة قائلا إن إيران كانت حاضرة في جبهة مكافحة التطرف منذ فترة طويلة معربا عن أمله في أن تكرس باقي الدول جهودها على مواجهة هذا التهديد القائم كما دعا ظريف المجتمع الدولي إلى العمل لإغاثة أطفال سوريا واليمن وبث الأمل في قلوبهم من جديد تركيا التي تدعي الديمقراطية تكتظ سجونها بالنساء بتهمة الانتماء لحركة الخدمة التابعة لداعية فتح الله جولين مراسل الإخبارية صالح عبد الفتاح والتفاصيل مضى عيد المرأة العالمي ومن بعده عيد الأم وتركيا المدعية للديمقراطية تكتظ سجونها بأمهات تكاد صرخاتهن تطال حد السماء من الظلم خلف القطبان الحديدية يقبعن في السجون بتهمة الانتماء لحركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله جولين والذي تدعي أنقرى بأنه مدبر محاولة الانقلاب بحسب الأحصائيات بعد محاولة الانقلاب وبعد الاعتقالات العشوائية ازداد عدد الأمهات داخل السجون بما يزيد عن 500 أم مع طفلها هذه مهمة وزيرة الشؤون الاجتماعية والأسرة منذ استلامها منصبها حتى الآن لم تقم بأي مهمة تذكر أحزاب المعارضة تحركت لإيجاد حلول لهذه الجرائم ولرفع الظلم عن الأطفال الرضع الذين يعانون داخل السجون برفقة أمهاتهم حيث يقبع ما يزيد عن 500 معتقلة داخل السجون برفقة أطفالهن الرضع نريد رفع الظلم على الأطفال هدف المقترح الذي قمت بإعداده لطرحه على البرلمان هو أن لا ينشأ الرضع داخل السجون ولكي تتمكن الأمهات من تنشئة أطفالهن في ظروف صحية هذا الاسلوب في الاعتقال يعتبر بالنسبة لتركيا عملية استبدادية وعملية خارجة على القانون التركي ولكن في هذه الظروف الحالية تريد تركيا أن تقول للشارع التركي تريد تركيا أن تقول لمواطنها أن الديمقراطية وأن حقوق المرأة وحقوق الطفل كلها تكون معلقة عندما يتعلق الأمر بمستقبل الرئيس بمستقبل سلطان تركيا بمستقبل الرئاسة والنظام التركي مراقبون يرون أن التركيا ذاهبة وبشدة باتجاه الانخراط في عملية استبدادية بحتة فقط لتحقيق أرغبات السلطان وأن اتباعها النهج الذي قضى على مبدأ شخصية الجريمة والعقوبة يعد انتهاكا لكافة الأعراف الدولية ومبادئ حقوق الإنسان حوادث مأساوية ربما أقساها وأكثرها مرارة قصة الطفلة ميراز أكبابا ذات الأشهر السبعة التي تناولتها الصحف التركية حيث تقبع داخل السجون بسبب عقوبة والدتها هكذا تشكر تركيا الأمهات في عيادهن فالسجون والمعتقلات تعجوا بهن وبأطفالهن دون أي شفقة أو رحمة أو إعارة أي اهتمام للإنسانية وحقوق الإنسان صالحة بفتاح الأخبارية السورية أنقرة أجلت السلطات الأوكرانية نحو 20 ألف شخص من سكان مدينة بلاكليا في محافظة خاركوف شرقية البلاد وذلك جرى انفجار وقع في مستودع للذخائر راما سارة والتفاصيل حريق ضخم وانفجار كبير هز مدينة بلاكيا في ساعات الصباح الأولى بمستودع للذخائر المخصصة لسلاح المدفعية والدبابات نتيجة عمل تخريبي حسب المعلومات الأولية أمر دفع السلطات المحلية لإجلاء سكان المدينة الذين بلغ عددهم 20 ألف شخص حيث ما تزال عملية الإجلاء مستمرة إضافة إلى إنشاء منطقة أمنة حول المدينة وإيقاف تحليق الطيران في محيطها حيث يشارك نحو 530 شخصا في عملية إزالة آثار الانفجار بالإضافة إلى 154 ألية المتع العام العسكري في أوكرانيا أناتولي ماتيوس أشار إلى أن الشكوك الرئيسية تؤثر لأن عملا تخريبيا قد يكون وراء الانفجار فيما نوه وزير الدفاع ستيبان بولتراك أن الانفجار لم يسفر عن وقوع ضحايا بين المدنيين والعسكريين يذكر أن إجمال مساحة المخازن التي وقعت فيها الأعمال التخريبية يبلغ 368 هكتارا يتم فيها تخزين ترسانة من الذخيرة تزن 138 ألف طن ويجري حاليا إعداد طلعة لطائرة بدون طيارة لتقييم الحجم الحقيقي للأضرار التي ألحقت بالترسانة أعلنت الشرطة البريطانية عن ارتفاع قتل الهجوم قرب مبنى مجلس العموم البريطاني إلى خمسة أشخاص ونحو أربعين جريحا غالبيتهم من المدنيين فيما أعلن تنظيم داعش الارهابي مسؤوليته عن هذا الهجوم ردود فعل وسعة أثرها الهجوم الذي ضرب وسط العاصمة البريطانية لندن وأدى إلى سقوط خمسة قتلى وعشرات الضحايا رئيس بلدية لندن صادق خان وعاد بنشر قوات شرطة إضافية في شوارع المدينة للحفاظ على السلامة السكان لندن والزائرين رئيسة الوزراء تيريزا ماي وصفت الهجوم بأنه مقزز ودني مؤكدة أن مستوى التهديد الإرهابي في البلاد الذي تم تحديده عند مستوى الخطر الشديد لن يتغير تم تحديد مستوى التهديد الإرهابي في بريطانيا منذ فترة عند مستوى الخطر الشديد وهذا الأمر لن يتغير كما شرحت ماي دوافع العمليات الإرهابية معتبرة أنها ناتجة عن رغبة الإرهاب في محاربة الحريات الهجوم في محيط البرلمان البريطاني كان بدأ بعملية دهس راح ضحيتها خمسة أشخاص بينهم ضابط بالإضافة لإصابة حوالي أربعين آخرين حيث قام إرهابي بدهس عدد من المرة وطعن شرطيا على جسر ويستمينستر في العاصمة المسؤول الأكبر في الشرطة البريطانية مارك راولي أكد أن الحادث عملية إرهابية وبأن رجال الشرطة يعلمون هوية المهاجم وبأن قيادة مكافحة الإرهاب تجري تحقيقا شاملا فيما حدث لكن الأنباء تضاربت بشأن الكشف عن هوية منفذ الهجوم فبعد أن اتهمت وسائل أعلام بريطانية أبو عز الدين البريطاني من أصل جمايكي بتنفيذ الهجوم تراجعت في وقت لاحق عن ذلك بريطانيا رفعت في عام 2014 منسوب الخطر الإرهابي على البلاد إلى درجة الخطر الشديد أي الدرجة الرابعة على سلم من خمس درجات لكن هذا لم يوقف العمليات الإرهابية في البلاد التي تزداد حدتها بحسب مراقبين فهذا الهجوم الإرهابي عودوا بنا بالذاكرة إلى العام الماضي عندما ضرب الإرهاب مدينة بروكسيل وحصد أرواح 32 شخصا ما أجبر الحكومة البريطانية حينها إلى رفع حالة التأهب إلى الدرجات القصوى لا تزال الشكوك والاتهامات بشأن قضية التنصط على محادثات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء حملته الانتخابية محطة تداول في الولايات المتحدة وليس ببعيد أن تكون الاستخبارات الأمريكية ضليعة في قضية التنصط تقرير إيامن ديب في تطور جديد في قضية التنصط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء حملته الانتخابية لم يستبعد رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب ديفين نونيز أن تكون الاستخبارات الأمريكية قد اعترضت بعض محادثات ورسائل ترامب وأعضاء حملته المسؤول التشريعي الأمريكي أكد أنه قد تم العثور على وثائق أثناء البحث عن استجلات القديمة يمكن أن تكون سندا للتنصط على ترامب لفتا إلى أن هذه المعلومات جمعت بالتعاون مع أجهزة استخبارات دولة أخرى في إطار اتفاق تعاون دولي وبالمقابل لم يتمكن عضو الكونغرس الجمهوري من تأكيد أن التنصط على المكالمات الهاتفية جرى في برج ترامب كما كان الرئيس الأمريكي أعلن سابقا مشددا على أن المعلومات الجديدة لا تؤكد بتاتا تصريح ترامب بأن التنصط على مقر حملته الانتخابية كان بأمر من رئيس السابق باراك أوباما وفي وقت سابق افترض المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر إمكانية أن تكون الاستخبارات البريطانية قد تنصطت أيضا على ترامب لأن مركز الاتصالات البريطانية الحكومية المسؤول عن أنشطة أجهزة الاستخبارات الخاصة بالتجسس اللاسلكي وصف هذه الاتهامات بأنها عبثية ومثيرة للسخرية داعيا إلى تجاهلها ست سنوات والإرهاب يحاول كسر الجبهات السورية الحصينة ولم يفلح ولن يفلح بهمة الرجال الجيش العربي السوري هاشتاغ هذه الليلة مع هاشتاغ الرئيسية نصل إلى ختام هذه النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها الجيش يواصل عملياته على أكثر من محور في جوبر ويكبد الإرهابيين مئات القتلى والمصابين الخارجية السورية تؤكد تورط أجهزة المخابرات التركية والسعودية والقطرية في الاعتداءات على دمشق ووحدات من الجيش توجه ضربات مركزة على تجمعات الإرهابيين وتحركاتهم بريف حما الشمالي وتقضي على عدد كبير منهم وصلنا إلى ختام نشرتنا الرئيسية قدمناها لكم من قناة الإخبارية السورية في دمشق دمتم بأمان الله اشتركوا في القناة